يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كما كان متوقعا النادي الأهلي في نهاية دوري أبطال أفريقيا عن كل استحقاق وجدارة وجدارة فوز ذهابا فوز كبير فوز تاريخي على التراجي التونسي بسلسية نظيفة وفوز اليوم واحد سفر على التراجي بهدف حسين الشحات هدف كان ممكن يبقوا اتنين وثلاثة واربعة عادي جدا النادي الأهلي النهاردة يا جماعة عمل مباراة ممتعة جدا في المقدمة بتاعتي قلت أنه الأهلي الآن يقرر إنجاز النادي الأهلي الجيل الزهبي بتاع 2005-2008 أربع مرات متتالية في النهائي النهاردة الأهلي لرابع مرة أيضا على التوالي مرة أخرى في نهائي دوري أبطال أفريق بص من الآخر كده الكرة دي لها كبير واحد مش كبير واثنين وتلاقي هو كبير كبير الكرة النادي الأهلي وفيه عنديا كبيرة في الكرة أخرى تلعب في هذه البطولة بطولة دوري أبطال أفريق بس مين كبيرها من اللي بعيد قوي هو النادي الأهلي دي خلاص دي حقيقة دي مش محتاجين أصلا نتناقش ونتجادل أو نكررها بس دي ناقيه بنفكر بعضينا لعل حد يكون نسي النادي الأهلي حالة النهاردة الأهلي مش بس قرر إنجاز مانويل جوزيب الوصول للمرة الرابعة على التوالي لنهاء دوري أبطال أفريقيا لأ ده الأهلي كمان النهاردة ورانا أداء ممتع زي الأداء اللي بكنا بنشوفه أخر مرة في النادي الأهلي سنة 2008 الأداء الحلو بجلزة بعظيم وقتها للنادي الأهلي الآن للأهلي مع مدرب كبير مدرب كبير مش هكرنه لسه مانويل جوزيب ولكن بمدرب بيشتغل بيطور بيحسن خلنا نشوف النهاردة الأهلي ممتع هتقول لي يا عم كريم التراجف أسوأ أحواله التراجي مدربه مشي التراجي خسران طبعا سفر مباراة الزهاب ففاقل الأمل هتقول لي اللي انت عايز تقوله ده سبب أدعى ده سبب أدعى إن أنا أشيد بالنادي الأهلي النهاردة بعد ما ضمن المفروض السعود من مباراة الزهاب ينزل النهاردة يلعب مباراة سيئة لا أنا ملعبش مباراة سيئة أنا مارسل كولر مدير فني النادي الأهلي مش هسمح بلاعبتي إن هم يلعبوا مباراة سيئة